موسيقى الشيعة يدعون أنهم على مذهب الإمام جعفر الصادق رحمه الله ويطلبون من المسلمين أن يتركوا مذاهبهم الفقهية ويتبعوا ما يدعونه من أنه مذهب الإمام جعفر نحن المسلمين أهل السنة فالإمام مالك كتب في الفقه وكتب في الحديث والإمام أبو حنيفة له كتب في الفقه والحديث والإمام الشافعي له كتب في الفقه والحديث والإمام أحمد له كتب في الفقه والحديث وحتى الإمام زيد له كتب في الفقه والحديث الشيعة ماذا يريدون؟ يريدون أن يخرجون من ديننا إلى لا شيء إلى دين باضل يريدون أن نترك هذه المصادر المعتمدة التي كتبها الأئمة بخط أيديهم أو بإملاءات أفواهم إلى تلاميذهم إلى فقه هم كتبوه بعد موت الإمام جعفر الصادق بأكثر من مئتي عام جعفر الصادق رحمه الله لم يكتب فقها ولم يكتب كتابا في الحديث وإن كان كتب فأين كتاب أو ما كتبه الإمام جعفر الصادق في الفقه حتى أتبعه أين ما كتبه في الحديث حتى أتبعه من هذه النقطة نوجه تحديا إلى علماء الشياء من هذه اللحظة بل قبل حوالي عام وإلى أن يرث الله الأرض ومن عليها أن يأتونا بكتاب كتبه الإمام جعفر في الفقه أو الحديث حتى أتبعه أخرجوا لنا ما كتبه الإمام جعفر ألم يكتب الإمام جعفر شيئا وين ما كتبه الإمام جعفر هل أخفيتموه؟ هل أحرقتموه؟ أنتم تدعون أنكم تلامذته فأين ما كتبه الإمام جعفر؟ أين أخفيتموه؟ هل هذا هو القرآن الذي هرب به المهدي إلى السردان؟ هذا أيضا قرآن يعني وهرب به المهدي؟ أين فقه الإمام جعفر؟ نتحداكم أن تخرجوا لنا كتابا كما نخرج لنا نحن لنا كتبا عن أئمة ذا كتبنا مشهورة خذوا الأم للشافعي كتاب الأم في الفقه خذوا كتاب الموطأ للإمام مالك هذه كتب معتبرة هذا مسدد الإمام أحمد ما يقارب 30 ألف حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم أين ما كتبه الإمام جعفر؟ أين الذي كتبه الإمام جعفر؟ نتحداكم أن تخرجوا لنا كتابا وإلا كيف تريدون منا أن نترك الملموس الواضح المسند إلى خيال وخبال وفراغ ولا شيء؟ أخرجوا لنا ما كتبه الإمام جعفر في الفقه وأخرجوا لنا ما كتبه الإمام جعفر في الحديث ثم نطالبكم ونتحداكم أن تخرجوا لنا كتابا عن الأئمة الباقين كتابا لكل إمام من الأئمة الباقين يعني هذه قضية لافتة للنور لماذا نحن عندنا أربعة علماء كلهم كتبوا عندنا مصادرهم ولماذا أنتم عندكم إثنى عشر إماما تعجزون عن أن تأتوا بكتاب لكل إمام بكتاب في الفقه وكتاب في الحديث لماذا ليش هل هي مؤامرة أخفيتم هذه الكتب ثم كتبتم أنتم بدلهم طيب إذا عجزتم عن هذا وأنتم عاجزون ما تحداكم أن تدلون على فقيه واحد من فقهائكم ينصص يعني يأتينا بكتاب في فقه الإمام جعفر بالنص لا بالرواية عنه أريد فقيه غير الإمام جعفر قال هذا هو فقه الإمام جعفر أنا كتبته عنه ما أريد اجتهادات هذا الفقيه أريد أريد نص فقه الإمام جعفر تعجزون عن ذلك نتحداكم تحديا آخر طيب أخرجوا لنا كتابا مجمعا فقهيا مجمعا عليه بينكم من دون خلاف طيب ما تقدرون لا تجيبون كتاب لإمام جعفر ولا كتاب لعالم كتبه عن الإمام جعفر طيب نريد منكم أن تخرجوا لنا كتابا في الفقه علماءكم لم يختلفوا فيه نريد فقها مجمعا عليه بينكم أنتم تكذبون على أنفسكم وعلى الناس تقولون نحن نتبع إمة معصومين حتى لا نختلف ولم نجد في الأرض مثل علمائكم في اختلافهم أبدا وإن قلتم كلا نحن غير مختلفين نتحداكم أن تخرجوا لنا كتابا في الفقه أجمع عليه علمائكم بل إن علمائكم مختلفون اختلافات تضحك الثكلة أي اختلف الناس في العقيدة علمائكم ألفوا في العقيدة واختلفوا فيها إلى حد وصف بعضهم لبعض بالإلحاد والتجهيل والتفسيق هذا ابن بابويه القمي عنده كتاب اسمه اعتقادات الصدوق طيب اعتقادات الصدوق ام اعتقادات الصدق انتوا تقولون نحن أتباع جعفر الصدق هذا كتب لكم اعتقادات الصدوق ليش ما كتب لكم اعتقادات الصدق جيات الميذة المفيد كتب كتاب سمى تصحيح الاعتقاد يصحيح اخطاء الصدوق يصحيح اخطاء الصدوق وحمل عليه حملات منكرة واصفا اياه بالجهل بالاخبار والاعتقادات يقول هذا جاهل بالاخبار والاعتقادات شلون تقبلون ايها الشيعة علماء يكذبون عليكم جهلة حتى في العقيدة يصنفون لكم المصادر اللي تتبعون في دينكم شلون حتى قال المفيد في شيخه القمي اللي ملقب بالصدوق يقول والذي حكاه وتوهمه هو مذهب كثير من الفلاسف الملحدين هذا مو كلامي روحوا راجعوا كتاب تصحيح الاعتقاد للمفيد وايش يقول عن القمي ويأتي الشريف المرتضى فيرد على شيخه المفيد في خمس وتسعين عقيدة من عقائده خمس وتسعين عقيدة من عقائد هذا الكتاب اللي صعع الكتاب اللي قبله يرد عليها يا انتو حتى كتاب بالعقيدة ما أدكم مو فقط في الفقه هذا شيخ الطائف شيخ طائفتكم الطوسي يقول في كتابه العد في أصول الفقه وقد ذكرت ما ورد عنهم عليهم السلام في الأحاديث المختلفة التي تختص الفقه في كتابه المعروف بالاستبصار وفي كتاب تهذيب الأحكام ما يزيد على خمسة آلاف حديث وذكرت في أكثرها اختلاف الطائفة في العمل بها وذلك أشهر من أن يخفى حتى إنك لو تأملت اختلافاتهم في هذه الأحكام وجدته يزيد على اختلاف أبي حنيف والشافعي ومالك الفيض الكاشاني في مقدمة كتابه الوافي يقول عن علماء الشيعة تراهم يختلفون في المسألة الواحدة إلى عشرين قولا أو ثلاثين قولا أو أزيد اللهم بارك وزد ما شاء الله أين المعصوم إذن ما فائدة المعصوم ولماذا اتخذتم معصوما ثم يقول بل لو شئت أقول لم تبقى مسألة فرعية لم يختلف فيها أو في بعض متعلقاتها هنا نعرضكم إلى تساؤلات ونعرضكم على تساؤلات ونعرض هذه التساؤلات عليكم فأجيبونا يا علماء الشيعة إذا كان لابد من إمام معصوم في كل عصر يعلمكم الفقه فلماذا فقهكم جعفري وليس بمهدوي أنتوا الآن الإمام إمام العصر هو المهدي ليش فقهكم جعفري وليس مهدوي ليش يعني سؤال ثاني ليش أو أين فقه المهدي وين فقه المهدي طلعونا فقه المهدي ليش هو إمام ليش نافعكم في العقيدة لا يوجد عندكم كتاب في العقيدة عن الإمام في الفقه لا يوجد عندكم كتاب في الفقه عن الإمام عندكم روايات منسوبة إلى الإمام جعفر في الفقه طيب أين رواياتكم عن الإمام المهدي اللي تقولون عنه غائب كالحاضر في الفقه بل نسأل سؤالا آخر أين فقه علي والحسين ليش ضاع أين فقه موسى بن جعفر وعلي بن موسى وغيرهم سؤال آخر سؤال آخر أيها المتلاعبون أيها المتهوكون يا من تضحكون على عقول الناس لقد ذهب زمانكم وجاء زماننا أجيبونا إذا كان فقه إمام معين يكفي فلماذا احتجتم إلى إمام بعده أنتم اكتفيتم بفقه الإمام جعفر واجعلتموه حجه فليش موسى بن جعفر حجه ومحتاجون إلى أنتم ليش يعني مكتفيتم بفقه جعفر خلص انتهى الموضوع ما حاجتكم إلى الإمام الذي بعده سؤال آخر يا متهوكون إذا كان فقه الإمام جعفر يكفي في حفظ الدين فلماذا لا يكفي النقل عن النبي صلى الله عليه وسلم ما نحن نقلنا فقه النبي وعلم النبي وسنة النبي صلى الله عليه وسلم تقولوا لا لا بد من إمام بعده فنحن لا نأخذ بأحاديث النبي صلى الله عليه وسلم لأن النبي قد مات فنحتاج إلى إمام بعده جعفر أيضا مات جعفر أيضا مات وإذا كان الشيعة مختلفين في الفقه والعقائد فما فائدة المعصوم سؤال آخر إذا كان الشيعة مختلفين إلى هذه الدرجة فما ميزتكم يا شيعة على السنة وأنتم تؤمنون بإمام معصوم تقولون حتى لا نختلف وها قد اختلفتم فما ميزتكم ما فائدة الإمام المعصوم إذا كانت عقائدكم مختلفة إلى هذه الدرجة فالسؤال إذا كان الصدوق يألف اعتقادات الصدوق والمفيد رد عليها والمرتضى رد عليها وجراب عقامس وعاشر رد عليهم فبربكم على أي مذهب من هذه المذاهب كان الإمام جعفر بل نقول أي من هؤلاء هو على مذهب الإمام جعفر الصادق بل أنتم تقولون نحن ركبنا سفينة أهل البيت فبربكم أي سفينة من هذه السفن المختلفة المتعارضة هي سفينة أهل البيت هذه تساؤلات وتحديات نوجهها لكم وننتظر منكم الجواب وما نحن بمنتظرين